عم بشوف عندك محكمة أوراق قانونية ممكن مساءلات ممكن شغلة هيكة طارئة دخلك في متاهات مؤقتة يا برج الحوت أو دخلك في مكان أنت ما كنت حابب أنك تدخله أو تطرق له ممكن شايف فيه ناصب يعني عم بنتصب عليك أو عم بتخلص هاي الطاقة إما إذا كانت موجودة من الأساس أنت عم بتخلصها وإذا ما كانت موجودة فهي موجودة في بداية هاي الشهر رح تظلها يعني مستمرة لكن سرعان أنت ما رح تكشف الأمور وتضبط الأوضاع وتسترجع حقك ولكن بعد صبر يعني بعد خلينا نقول شهر بعد فترة لأنه عم بتكون شوي بطيئة المدة عم بتكون صارم كتير وخاصة في العمل مع شخص هوائي ممكن يكون بشوف كمان هذا الكرت ممكن يكون حمل أو ولادة للي عندهم حمل من الأساس وحمل للي ما عندهم حمل فممكن يكون بنت ممكن يكون بنت حمل في بنت هذا الشهر طاقة طاقة مفتوحة لشهر واحد ولكن بتمط الطاقة ممكن تمتد أكتر شوي شايف في رجوع لقديم لشخص قديم كان في بناتكم شكوك كان في بناتكم نزاعات أو أشخاص أو علاقة ثلاثية بعد ما رح تنتهي رح يكون في سعادة معينة تعيشها مع الشريك رح تبعدونه وعن ما عن المحيط كله رح تحاولوا إنكم تبعدوا بشتى الطرق خلينا نحكي فشايفوا قدامك طريق شوي صعبة ولكن في بالنهاية في نتيجة وفي حصاد أكتر إشي بحزك بهذا الشهر من النصب زي الشهر الماضي لأنه الحوتيين عم ينتصب عليهم من ناحية العاطفة ومن ناحية المال عم بيكونوا مستهدفين كله إنه طيبين شوي بس أنا ما بشوفهم يعني اللي هو بشوفهم برضو أسكية يعني بنفس الوقت ما بينضحك عليهم بس الظروف بتوقعهم أحياناً فبقولك هذا الموضوع النصب أو كذا رح يدخلك في شوي مساءلات قانونية أو في محاكم أو في موضوع من هاي المواضيع ولكن رح يتم على خير بشوف السفر في كرتين يعني السفر فرصة كبيرة للي حابين أنهم يسافروا هذا بشكل عام شايف انتصار على شخص في العمل خاصة إذا كانت طاقته نارية ومائية كمان خلينا نشوف لمحة عن الوضع العاطفي عم بشوفك ماسك حالك بالزور يا حوت في بقلبك حب كبير 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 ممكن القراءة تكون عكسية لأنه عاطفية وعامة في بقلبك حب كبير كبير للشريك الشريك برضه نفس الموضوع ولكن التنين ماسكين حالكم بالزور عم تعملوا كنترول على المشاعر بصعوبة ما عم بيكون سهل الموضوع عليكم ما بعرفش اللي صاير لهالدرجة لحتى أنت كتير تكون محتار وكتير عم بشوفكم التنين محتارين التنين عم تختاروا لكنه يمكن في عندك أنت كمان علاقة ولاثية أو هو عنده علاقة ولاثية أو الاثنين مع بعض ما بعرف بس أكتر شي عم تتطلع في هاي الفترة على الزكريات على الشريك عم كتير عم بتطلع على الزكريات عم بتفرج على صورك عم بيستعيد الزكريات كانت موجودة بناتكم يمكن ولكن شايفي أنا في انتصار على العلاقة الثلاثية شايفي في التقاء ما بين القلب والعقل بنفس الوقت يعني من بعد هون ما كان عندك صراع ما بين عقلك وقلبك هون لا فيه يعني فيه اتحاد التنين مع بعض رح تاخد قرار بأنه يعني الأمور تتضبط بناتكم أو الشريك اللي عم بيفكر بهاي الطريقة أو أنتو الاثنين مع بعض رح يكون إذن في نهاية للحيرة رح يكون في نهاية لطرف ثالث موجود وللحيرة والصراع اللي كان موجود شايفي أنه الشريك رح يقدم لك مثل أدلة مثل شغلات أمور يعني أمور واضحة يوضح لك إياها يحاول يوضح لك الصورة الأمور هذا الشي بشوفه بالأسبوع الثالث أكتر شي ممكن بالرابع يكون كمان أو حتى من أول الشهر فعم تتمتع بجاذبية كبيرة عم بيشتاء لك الحبيب بيشتاء لشكلك حتى كيف بتصرف عم بتسكرك بكل هدول التفاصيل عم بشوف إذا كنتوا منفصلين نسبة الرجوع كبيرة لكن بالنسبة للمتزوجين عم بشوف في طرف عم يدخل جديد عم بيخرب شوي من الصفاء اللي موجود في العلاقة في شوائب عم بتفوت على الحياة وعم ترجع تطلع ما في مشكلة ولكن يعني نكون حذرين من هاي الأمور إنه ما تخرب حياتنا خاصة إنه أنت رح تكون عصب شوي هذا الشهر ما قادر تعمل كتير كنترول على مشاعرك رح تكون ناري أكتر يا حوت مع أنك مائي رح تكون فيري رح تكون شوي متسرع فبس نحذر من هاي الطاقة نشوف شو تحذير هذا الشهر لبرج الحوت برضو علاقة ثلاثية أنا أبعرف يا حوت له شي كم يطلع لك علاقة ثلاثية عم تجول في الأفق قلنا في انتهاء للعلاقة الثلاثية ولكن ممكن تمتد لأنه هذا التحذير يعني عم بتشوف رقم 11 رقم 12 فممكن تمتد الطاقة شوي لهذا الطرف الثالث شوف ميسج من الحبيب إذا كان بعيد أو قريب أو كلمة منه ميسج معينة ما قادر يقولها آآ نفس الكرت اللي طلع لبرج يمكن الجوزاء آآ بيقول لك إنه هو كوعد أو وعد هو إنه رح يحقق لك الأمان اللي أنت بتحلم فيه رح يحقق لك الجو اللي أنت بتحلم فيه في العلاقة آآ في عرض معين هو رح يقدم لك إياه بس بيقول لك ويت كمان ويتمي إنه استناني فيه فيه أمر هو مخبيه لإلك فيه أمر هو آآ بده يوضح لك إياه وكأنه هذا الحبيب عم يحبك بطريقة فصيعة ولكن على قد ما فيه خب على قد ما فيه تحديات في علاقتكم عم بشوف نشوف أوراكل لك فترة وأنا ما بلومكم يعني الظروف هي اللي كانت صعبة يعني مش أنتوا بدكوا هذا الموضوع ولكن انتوا كنتوا عم تعيشوا هاي المواقف إجباري يعني قدرياً فبس بيقول لك هفاً حاولت تخفف عن نفسك بإنك تعطي حالك طاقة إيجابية زي ما قلنا تطلع على أماكن بتحبها تستمتع في الحياة بكفي يعني كتير للتفكير والاطباقة السلبية فبتمنى لكم شهر سعيد حبايبي بشوفكم بالفيديو الجاية